موسيقى اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج معجومانا موضوع حلقتنا النهاردة هو التيك توك التيك توك الذي يستخدم منصة الوسائط الاجتماعية لعمل مقاطع متنوعة مرئية قصيرة زي الغنى والكوميديا والشعر والرأس والغناء وكمان بتطلاقة من ثلاث سواني لثلاث دقائق خلينا نتحدث عن ضيوف حلقتنا النهاردة معانا أستاذ عصام موفيا من مشاهير التيك توك أهلا بك وكمان معانا تاني ضيف حلقتنا النهاردة أستاذ سمير يوسف صاحب كلمة مفيش جديد على التيك توك وان يوسف سمير صاحب كلمة مفيش جديد على التيك توك أهلا بي أهلا بحضوري احكي لنا بدأته إزاي أنا كنت في تانية سنوية كنت بعمل فيديوهات عادي كده يعني الفيديوهات بتبقى بايزة عشان كمعي أندرويد كنت بصور عادي فصحابي بيقولي لي ما تعملش فيديوهات تاني وبتاع فيديوهاتك ويحشة فجات فترة علي كده جبتوا آيفون 6 عادت أصور فيديوهات ونزل فيديو ليب نزلت فيديو ليب ده برنامج المونتاج وعادت أدرب كده المونتاج مع نفسي ومنتج لقيت نفسي معرفة أمنتج وكده فبدأت أعمل فيديوهات كصيرة لقيت فيديوهات بتعدد دي أو كده فكنت بجمع صحابي وكده ويصوروا معايا بعد كده روح تجاب نصف مليون على التيك توك والأكاونت بتاعي تقفل عملت واحد جديد ليه تقفل؟ يعني واحد صحبي اللي أفل ولي ليه؟ عادي ومكانتش عايزة إن أنا أبقى أعلى منه أفل ولي وبتاع فعملت أكاونت جديد في شهر كنت مئة ألف عادت بقى نزل فيديوهات نزل فيديوهات نزل فيديوهات لغات ما وصلت المليون وكده المحتوى اللي أنا بعمله محتوى أكشن وكده وممكن أعمل دراما تراجدي كومي دي مش بعمل حاجة معاياة واحدة بس ومش حاجة سابطة واحدة بعمل كل حاجة ممكن أعمل لابسة أستاذ سامير يوسف صاحب كلمة مفيش جديد أستاذ يوسف سامير صاحب كلمة مفيش جديد على التيك توك أحكي لنا بدأت إزاي؟ مش عارفة وأنا بطلغبط مع اسمك بعد أقول سامير يوسف بدل يوسف سامير أحكي لنا بدأت إزاي؟ أنا كنت في ثالثة سنوية فكنت بشوف المشاهير بيعملوا فيديوهات وكده عادي يعني فقلت طب ما أخش في المجال ده عشانها كيا كيا عندي موهبة فيعني كنت عايزة أن أنا أطلعها فبدأت في التيك توك أول أكاونت كان عندي 150 ألف بس الأكاونت ده اتحذر بسبب فيديو ووصل للمليون أنا كنت الأول بجيب 50 مشاهدة 100 مشاهدة لغاية ما ربنا كرمني وعملت فيديو جب مليون مشاهدة الفيديو ده فجأة مرة واحدة اتحذر فالأكاونت كله وقع اضطريت أن أنا أقفل الأكاونت ده أنت بتعمل الفيديوهات دي وإنت حابب أن تعملها علشان خاطر شهرة ولا أنت كان إيه هدفك من الفيديوهات اللي أنت بتصور أنت عملت فيديو بالحظ جب مليون ولا أنت كنت أنا هعمل فيديو عشان خاطر يجيب مشاهدات عالية عشان أتشهر لا أنا عملت الفيديو مش وغطيلي آه طبعا حظ دي حاجة من عند ربنا سبحانه لنا وغطيلي كيا فجأة أنت إيه هدفك من الفيديوهات اللي أنت بتصور أنا بعرف أغني ونفسي أن أنا يعني أبقى مغن آه يعني أنت بتقدم فيديوهات لتيك توك عشان حلمك أن أنت بغن ناي وإنت حلمك التمثيل طيب أنتو بتجيبوا الأفكار بتاعت الفيديوهات بتاعتكم منين يعني أنت بتجيب أفكار الفيديو بتاعت منين أنا في الحمام يعني وإنت قاعد كده مع نفسك بتجيب الأفكار بتاعت الفيديوهات بتاعتكم بعد أبسك التليفون في إيدي بقاعد وأنا ماسك التليفون في الحمام أنا أفضل أكتب في أفكار وكده فكنت أعمل فكرة جديدة فكرة أن أداها دي بتبقى فيه فرق ما انتجه وكنت بفكر لها وصور لها إزاي وبتاع بس أنا نفس المخرجين يعني الإخراج وكده الناس اللي بتخرج أفلامه يعني يطلعوا جو جديدة يتفرجوا على الناس فيه على فكرة حيث طب إنه صحيح اللي بتقدمها للناس اللي هتستخدم تيك توك الناس الجديدة اللي هتبتدي ما يعملش حاجة غالثة ولو عايزوا يخش في المجال التيك توك وكده فيه ناس بتخش عشان شهرة بس مش عايزين حاجة منه وإنت هدفك إيه؟ أنا هدف إن أنا أمثل أنا شايف إن أنا فيه جواء موهبة وإنا حبيب إن أنا أطلع طب ولو جات لك فرصة التمثيل تحب تمثل مع مين أول في الميليك أو أول مسلسل محمد رمضان يه بفرصة العمر دي اشمع لها محمد رمضان عشان أنا بحبه من أيام ما كان كون بارسة في مسرحية لما كان ملبسينه خيشة وكان بيترياه عليه في المسرحيات انت حبه علشان هو بدأ من صفر اه ومع يس طيب يوسف الشهرة ولا الفلوس الشهرة ليه ما اخترتش الفلوس الفلوس بتجيب شهرة مش مش كل حاجة مين أكتر حد سندك ووقف جنبك في المجال ده وكان بيدعمك عدي طيب تحب تقول لهم إيه هاي حب أشكرهم طبعا وقول لهم ربنا يخلكوا ليه وطول ما انتوا في ظهري بقول لله هنقصر الدين بتاخدوا كم من تيك توك ما بيديش فلوس بس فيه برامج يعني هش فيديوهات اللي بتجيب ملايين دي ما بتاخدوش منها حاجة لا ولا ما في منه الكلام ده خالص خالص فيه برنامج تاني يعني التيك توك ده وسيلة طيب ان انت تسوق لمنتج معين عندك على الطفحة بتاعتك ايوة فيه ناس بقى بتخش منها ده بتاخد منه ربح بتخش تكلمني تقولي مثلا أنا في المحل بتاعي هو بقى الشغل بيجي من هنا التيك توك نفسه ما بيديش فلوس بس انا فيه برامج تانية يعني التيك توك ده وسيلة وسيلة بس طيب ايه خطتك المستقبلية خطت ايه انا بفكر ان انا اصلا ما خشش الجيش ولا عامل اي حاجة خلص في حياتي ولا شوف شغلنا تانية غيرا ما اوصل لان انا عايز وما وصلتش يبقى خلاص بقى دي بتاعت ربنا اللي هو حلمك ان انت انت تبقى موصل مين كان بيقف جنبك في الفيديوهات وكان بيتعب معاك في التصوير وكان بيتعب معاك في الاعدائي ابن خالتك اللي برا مستنيني دلوقتي ابن خالتك هو اللي كان بيفكر معاك و هو اللي كان بيساعدني وكان بيصحني بدري وكان بيصح الناس ويتصل بيهم يعني فيه ناس ما كانش بتحباني الخير فيه ناس ما بتحبني يعني مش حباني اللي انا اوصل اللي انا عايزه فيه ناس يعني بتكرهني بمعنى الصحة انا مفيش حدك كان الاول كانوا بيتطريه عليها وانا بعمل فيديوهات اما انا من عيلتي يعني كانوا بيساعدوني انا من صحابي ما كانش في حد بيتكلمني خالص ما كانش في حد عندي على الوطس ايبق اصلا قبل ما تشاهر لقيت ده بيتكلمني وده بيتكلمني ويقول لي تعالى ننزل نصور واللي قلت تعالى شوفك عشان نوحيشني كل ده بيتكلمني عشان خاطر الشهرة كل اللي حولي اصلا بيصحبيني عشان الشهرة بس طيب بس اقزمكو هنطلع فاصل هنروح فاصل ونرجعلكو تاني ولسا مكملين في برنامج معجوماني ورجعنا لكو تاني بعد الفاصل ولسا مكملين مع مشاهير التيك توك عسام مافيا ويوسف سمير صاحب كلمة مفيش جديد على التيك توك استاذ عسام قولنا للشهرة افضل في برنامج التيك توك ولا اليوتيوب لأ التيك توك يعني اسرع شهرة اش معنى؟ علشان يعني العالم كله منزل الابليكيشن اساسي استاذ يوسف بترى ان في وجوه بتستحق الدعم شايف ان في نيس جديدة بتستحق الدعم ان انت تدعمهم علشان خاطر يبتدوا الشهرة ايه فيه ناس كتير طبعا تستحق الدعم زي مين؟ زي عمر الصغير باندا فيه ناس كتير اوي مظلومة في البرنامج ده ونفسهم يخضح اهم مش عارفين ليه؟ ما معهمش الوسيلة اللي هتوصلهم لكده طب ايه هي الوسيل اللي بتوصل لكده؟ زي ايه؟ عايزين شغل مش لقين شغل هم تعرضت للظلم في حياتك؟ لا قادص؟ ما حدش ظلمك قبل كده؟ لا استاذ عيسوهم اتعرضت للظلم في حياتك؟ اتعرضت طب احكيلنا اتعرضت للظلم ازاي؟ وده اثر عليك بسلبي ولا بإيجابي؟ دي كانت في المشاكل العائلية وكده ناس من اهلك يعني؟ هم ما كانوش بيدعموك ولا اتظلمت اتظلمت؟ دي بعيد عن الشهر اصلا ملاش دعا صحابك صحابي؟ ما فيش حد منهم ظلمك؟ كتير ليه؟ انا بحيث اصلا انا ماليش صحابة بالنسبة لي فترات احنا في حياتنا لازم هنقابل الظالم وهنقابل الحسود وهنقابل الحقود عشان احنا مش كل الناس هتبقى النية الحسنة صفة عندهم ايو صحي مش كل الناس ولادنا مش كل الناس هتبقى الصفة الحسنة موجودة عندهم هنقابل في حياتنا الحاقد والظالم واللقييم والحسود بس هم دلوقتي انتشروا كتير يعني دعا انتشرين كتير اكيد مفيش حد بيتمنى لحد ان هو يكون احسن منه الا قليل قوي وينادر جدا مفيش حد بيحب الخير لحد اصلا مش للدرجة اكيد فيه لازب تحب الخير مفيش حد عايز يبقى عايز ده احسن منه مثلا مفيش رحت ورش تمثيل قبل كده؟ اتدربت في ورش تمثيل؟ لا وفكرتش ان انت تروح؟ انا رحت مصرح عملت ايه في المصرح؟ ما استلت؟ او كان في عرض وما تلعتش ليه؟ حسيت بي رهبة كده خفت؟ اه وما تلعتش؟ ما تدربتش قبل كده؟ لا بس ما يعني من كتر ما انا بتفرج على افلام ومسلسلات وكده خل ما بقتش خاف من الكامير اتدربت قبل كده في ورش تمثيل؟ اتدربت وكنت برضو طالع على العرض وما تلعتش ليه برضو؟ برضو جات لي نفس الرهبة طب انت موهبتك الغونة اتدربت فورش تمثيل ليه؟ عايز تبقى فنان شعمل موهوب؟ وانا عايز امثل وعايز اغني بس انت ميل اكثر للغونة وبقدم فيديوهات اكشن وبقدم فيديوهات وانا بغني وفيديوهات ايه صاحبا فيش جديد؟ طب ما تسمعناك حاجة كده من صوتك انا كده عملت العلاية وعملت اكتر من العلاية عشان تكبر في عين الناس عشان تكبر في عين الناس كان نفس عمل منك حاجة بس اللي تعود على حاجة عمره ما هيبطلة خلاص انا هبعد وريح نفسي اصلا يا مجيت على نفسي وانت بردو مفيش جديد هقول لك حاجة بل ما سيبك انت كده تبدل على عيبك والموضوع معاك هيزيد انا بشكرة لك اصوتك طوضية جميلة ما شاء الله نفسك مين من المنتجين او المخرجين يكتشفوك؟ محمد السوكي تشمعنا عالمي طيب المال لو خيروك بان ان انت تختار المال ولا الصحة الصحة طبعا شمعنا؟ ليه مختبتش المال ما انت ممكن تعالج نفسك لو تعالجت من المال مثلا ليه كورونا مش كل حد بيعرف تعالج مالها انا على فكرة انا جالي كورونا مارتين وتعايف او ايه بسمعنا بتجي لأي حد طيب انا بشكركم جدا ونورتوني وشرفتوني في برنامج مع جمانا وانا بتمنالكو دايما التقدم والازدهار وانا بحب اتفرج على فيديوهاتكم جدا جدا انا بشكركم جدا ومن هنا بتنتقي حلقتنا ونشوفكم في حلقة تانية كانت معكم جمانا سايد موسيقى 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 شكرا